السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد و في خبر جديد اولا في حادثة جديدة انتشرت بحل العافية في مواقع التوصول الاجتماعية و هو واحد الهاشتاك تكتب تقريبا بجميع لغات العالم اللي هو صفعة ماكرون خليكم مع هذا الفيديو باش تفهموا عشك ندوي موام ماكرون بحل اي رئيس لولا كيده جولة داخلية في جنوب شرق فرنسا موام قرر يمشي سلم على بعض الشعب المعجابين كما كان شوفوا اي رئيس كيده لا يعني حاجة عالية و سبحان الله اول شخص سلم عليه اول لاقاص و في يده بومب قال لي واحد الجملة جمعنا نقول لكم باللاتي فشد في الرئيس ما تلقش منه تصرف قوه والسؤال لي كيطرح نفسه فاضل لحظة واللي الناس كاملي كيسولوا ربما تنتي يكون عندك نفس السؤال فاضل لحظة اللي هو شكون هاد الشخص ليتجرأ يقوم بالفعلة ربما تحسبك نوع من الاغتيار ويمشي فيها بسانوات من الحبس والسؤال تاني يعني شنو ما الدوافع ولا الاسباب اللي خلوه هدي هكا وعلاش تصرف قوه الرئيس يعني اتشي غنا حاول نجاوب عليه في هذا الفيديو معنى كي لا تكمل الفيديو من اللو بولتا لاخر باش تستافد او لا تعرف المهم اشنو كايين مهم رايك وسبسكري قبل ما نبدأ السلوطات الفرنسية القاتل قابل على جوج ديال الشابب لأول هو اللي يصرف قوه الرئيس والثاني كان كيصوره ولا كيوتق لحديثه هاد جوج ديال الشابب بالعمر ديالهم تقريبا ما بين 28-30 سنة وكي تكونوا في نفس المتقلية ضرم جنوب شرق فرنسا وفاش دوا من مركز الشرطة كانت تتومة على شكل اعتداء على شخصيته ولا سلطة عامة في البلاد واتجو ديالاشخاص كي ينتميوا الواحد بحركة اسميته حركة الطيار اليمن المتطرف بحيث انه واحد من ذوك السلطات اللي كانت مع الرئيس اثناء ذيك الواقعة اسمعوا قلمونج وساندونيس ولاش حاجب حالك وهذا الجملة كانت كتقول هاد الحركة هاش حالك يعني قبل ما يبدوا فشيب حالك يقولوا هاد الجملة أما الجملة الثانية اللي كل شي سماعة وقدت بالجهة اللي هي فلتسقوط الماكروني لا مشرحة الهبايين ما يحتاج لتوضع وجوجنا الأشخاص هتكوني يقدموا مع احد العقوبة اللي غترا وحما بينثل هذه السنين تار عشرة سنين ديال اللي حجز لحساب شي صغادر شفته في فيسبوك وصاحفي مهم اداب والفيديو ديالنا اليوم الخفيف برأي فنسوش لايك وسبسكريب بطلجوا فيديو مع أصحكم اشتركوا في القناة